عمل على مدار الساعة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية لضمان تطبيق الاحترازات كانت كاميرا الإخبارية في جولة مباشرة مع فرق وزارة التجارة الرقابية والتي تهدف إلى مراقبة كافة المراكز التجارية في القطاع التمويني والغذائي وذلك من خلال ضمان توفر السرع التموينية الأساسية ومراقبة الأسعار العلاقة مهمة جدا فإدارة جمرك ميناء جد الإسلامي مصدر رئيسي لمعرفة الكميات والسلع التموينية المستوردة من الخارج وهناك تعاون فيما يتعلق في الحد من دخول السلع والمنتجات المقلدة والاستراد ما زال مستمر ما شاء الله تتم بمراقبة المخزون لدى الموردين من خلال الجولات الرقابية على المستودعات الخاصة بالموردين وهذه تتم بشكل يومي للتأكد من مدى التغييرات السعرية الموجودة واستقرارها طبعا وزارة التجارة السنة هذه نزلت نظام اسم نظام مسح الأسعار نظام مسح الأسعار هذا عن طريق الجوال المراكز بينزل بيأخذ السلع التموينية الأساسية اللي موجودة زي ما تشايف الآن 174 سلع مقسمة على السلع التموينية الأساسية كاميرا الإخبارية أيضا مباشرة توجهت إلى ميناء جد الإسلامي أكبر مركز في المملكة لاستراد السلع الأساسية وأهمها الحبوب والدقيق ورصد استمرار تدفق السفوني في الموانئ وعمل المؤسسة العامة للحبوب عمليات الطحن الإنتاج يوميا 15 ألف طن عن طريق الشركات بتوفير يومي 270 ألف كيس دقيق يوميا بمخزون موجود حاليا في المستودعاتنا 1.8 مليون كيس دقيق الطاقة الإجمالية لشركة المطاحنة الأولى تقريبا 4200 طن يوميا يتم طحنها وإنتاجها تقريبا مجمل الإنتاج الأسبوعي أكثر من 400 ألف كيس للإنتاج خمسة أيام إحنا الآن الحاجة الفعلية تقدر بخمسة أيام إنتاج يبقى عندنا يومين في الأسبوع هذه طاقات احتياطية نضخها في السوق متى ما احتجنا لها عندنا طاقات تخزينية للقمح أكثر من 3 مليون طن هذه كلها تقريبا تعادل استهلاك المملكة لمدة سنة فالوضع مطمئن جدا الحمد لله البواخر ما زالت يعني تتوالع على الموانع ما زال حاجة القمح موجودة لنطلبها تصلنا مباشرة من القطاع الحكومي إحنا الآن نعمل فقط خمسة أيام في الأسبوع إلى الآن ما احتجنا أننا نعمل بالطاقة القصوى المستودعات عندنا الحمد لله رائعة رصيدنا بلغ في بداية الأسبوع سبعمية وخمسة وسبعين ألف كيس زينة خمسة واربعين كيلو كافة الجهود والقطاعات العامة أثبتت قوة الإنتاج السعودي وتوفر كافة استلاع التموينية وعدم الإنساق خلف الشائعات وطمأنة المواطن بتوفر أمن غذائي قوي بإذن الله عبدالله الخرجي الإخبارية جدة